نحن طبعاً مستمرين في روح الاتحاد وبمواضيع مختلفة وكاميرا روح الاتحاد كانت متواجدة في أحد هذه الفعاليات حيث انطلقت اليوم في دبي فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجردية وطب التجميل في نسخته الثانية نحن بنشوف تفاصيل أكثر في هذا التقليد شباباً مجال الأمراض الجردية هو من المجالات الطبية التي يزدد بها الاهتمام على مستوى العالم وجود هذا التجمع كمشاركين ومحاضرين ومؤثلين للمؤسسات العلمية هو فرصة الالتقاء على أرض الإمارات تبادل الخبرات وكذلك استعراض الآخر منتجات التي هي عليها طلب عالمي فوجودها في دولة الإمارات وإطلاقاً دولة الإمارات هذا يعني تأكيد على هذا الدول هذه اللقاءات تعزز يعني من الخبرات بين الأطباء تطور مجالات وأفق الأشياء الطبية المتخصصة والحمد لله هذا يعزز تذلك السياحة العلاجية التي تهدف إلها دبي وحكومة الإمارات فماشاء الله هذا الاستقطاب الكبير للخبرات الموجودة حالياً في أرض المعرض له مردود إيجابي وجداً في قدمة المرضى والمتعاملين الهدف والاستثمار من هذا المؤتمر وجود صانعي القرار الطبي من مختلف دول العالم وتبادل الخبرة من مختلف المدارس الطبية ونحن السنة هاي الحمد لله بوجود هاي المنتجات الجديدة والشركات الكثيرة والروابط الكثيرة الحمد لله في نهاية المؤتمر نتوقع إن شاء الله في توصيات كثيرة راح تظهر في هذا المجال المؤتمر ده بالنسبة لي يمثل إضافة جديدة للنجاح العلمي في هذه الدولة إن حينما تجد هذا كم من البشر والعلماء من كل أنحاء العالم هتبقى دافع لكثير من الشباب إنه يستمر على نفس المنهاج بل يحاول أن يتفوق وهذه في النهاية خيمة إضافة لأي دولة موسيقى 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 موسيقى